الجهود المبذولة لبناء الجمهورية الجديدة محتاجة خطوات سريعة وعملية الزيارة الأخيرة اللي كلنا تبعناها وقام بيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة اسكندرية مبارح كانت خطوة مهمة في هذا الاتجاه الزيارة استهدفت دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة كافة التحديات الاقتصادي رئيس الوزراء خلال الزيارة قام بجولة في عدد من المصانع وعدد من المشروعات وسمع المستثمرين وسمع بيطلبوا ايه وشاف بنفسه سير العمل ماشي ازاي في المنشآت المختلفة الزيارة دي كان هدفها واضح جدا ان احنا نشجع الصناعة الوطنية ونزود فرص العمل ونعزز التصدير بالشكل اللي يوفر لنا عملة صعبة ويحسن كمان اقتصاد بلدنا حقيقة فعلا كان فيه حوار كده مباشر مع كافة المستثمرين واصحاب المصانع رئيس الوزراء استمع لمشاكلهم التحديات اللي بيواجهوها مصر بتتجه بقوة لفكرة توطين الصناعة وتعزيز دور القطاع الخاص في كل المجالات دكتور مدبولي في جولته كانت تكلم كمان عن اهمية معالجة ازمة المصانع المتعثرة ووجه مباشرة بحل كافة المشاكل اللي بتواجه المستثمرين هذه الجهود دائما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد عليها في كل خطاباته من اجل تحقيق طفرة ونهضة صناعية حقيقية بأيدي مصري تحسين وتوطين الصناعة فعلا محتاج ان بيئة الاستثمار تتحسن وان يحصل تصبيت فيها كمان بتشجع الابتكار ويحصل تدريب للقوة العاملة ودعم المصانع المتعثرة كمان ان يحصل تعاون بين القطاعين العام والخاص ويزيد كمان في الفترة اللي جاية يمكن دي خطوات بتعتبر اساسية عشان يحصل تحقيق للتنمية الصناعية المستدامة وفعلا يحصل دعم للاقتصاد الوطني ويحصل بقى كمان توفير لالاف فرص العمل في كل المجالات ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله نفضل نشتغل احسن واحسن ويبقى فيه مزيد من الفرص والناس تقدر تشتغل عليها صباحكم زي الفل وكله رزق صباح الخير يا مصر